اشتركوا في القناة عشرات الالاف من الكويتيين عاطلين عن عمل بعضهم متزوج لديه ابناء عشرات الالاف يراجعون ديوان خدمة مدنية ولا يجدونها الاف اخرى من المواطنين ليس لهم ضمان وظيفي في القطاع الخاص نحن في خطر والمستقبل يحمل في طياته خطورة اكثر مما تتصورون لذلك انا اطلب المجلس الموقر ان يولي قضية ايجاد فرص عمل للكويتيين كل الاهتمام وقريبا سنتقدم بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين الكويتيين بالكويت يشتقل في الجهاز الرسمي للدولة ثلاثين الف وافد للوافد يجي ويلقى فرصة عمل والكويتيين ينتظرون في ديوان الخدمة المدنية تصور الهيئة العامة للزراعة تعمل دورة لمن يعمل في مجال البيطرة اليوم الكويتيين الخرجين هالدورة الهيئة ما تعينهم من مسؤول عن هذا الوضع نحن في خطر وهذا له تأثير مباشر على الامن وعلى التفكك الاسري وعلى اوضاع المتقاعدين المتقاعدين الذين ينفقون على من على شبان الكويتيين جامعيين لم يؤمن لهم فرص عمل مسؤولية من هذه القضية انا اعتقد كل خطة بالحكومة وكل الشعارات اللي رفعتها في شأن حماية العمالة الوطنية هي ذهبت ادراج الريح لانه ماكو جدية لذلك المجلس مطالب ان يضع النقاط شكرا لك شكرا لك شكرا لك